فقط قام بزلقها إلى الأسفل حيث تمزقت القصب الهوائية ستوفر مجرى هوائياً وبذلك تستطيع الحصول على الهواء تفكير جو السريع أنقذ حيات جولي بلا شك جواروت قام بكل شيء بالشكل الصحيح المهم عندما ينزف شخص بشكل سيء أطلب النجدة فوراً دون معالجة الحنجرة المشقوقة قد يؤدي هذا للموت بسرعة إذا كان الشريان السباتي الموجود تحت الأذن قد أصيب فإن الموت بسبب فقدان الدم يحدث في أقل من عشر دقائق قومي بالضغط على الفور وعندما يتوقف النزيف ضهي أي قطعة من الملابس تجدينها على الشريان اضغطي على الجرح ولو استمر النزيف أضيف المزيد من الملابس لكن لا تقومي بتبديلها مما يؤدي إلى زيادة أكثر في فقدان الدم العمل على استلقاء المريض للأسفل كما فعلت جو تصرف ذكي لأنه يضمن تقليل فقدان الدماء وساعد في تقليل معدل دقات قلب جولي وحماها من الإصابة بصدمة جو استخدمت تقنية ذكية أخرى فقد قامت بإزالة الدم الذي بدأ بالتخثر مكان جرح جولي وكان من الممكن أن يتسبب في اقتناقها شكلت مجرى هوائي بحيث تستطيع جولي التنفس داخل مطعم في تكساس رجل أبقى المجرى للرجل الذي كان يتناول الطعام مفتوحا باستخدام مصاصة المشروبات تذكري في حال شق الحنجرة حافظي على كل أونسة من الدم تستطيعين المحافظة عليها داخل الجسم حتى وصول النجدة وأبقى المجرى الهوائي خال لزيادة احتمالية النجاة